اشتركوا في القناة دكتور رشدي عبدالزاهر أستاذ الإدارة العامة والمحلية منورنا أدكتور الأحوال كل كويس نبدأ باليمين سادة النائب إيه هو القانون واشتراطاته وانا عارف أنكم في اللجنة يعني تقريب أنه استباتوا في المجلس طيب يعني إحنا عشان بس ندي صورة عامة هو القانون الغرض منه أنك إنت أولا تدخل اقتصاد كان موازي غير موجود غير مرئي بالنسبة للدولة بتدخله فيه الاقتصاد الرسمي من خلال أنك إنت بتسهل إجراءات إصدار الترخيص الخاصة به 316 نشاط متعلق بالأنشطة الاقتصادية اللي ممكن يكون أي حد فتحها في أي مكان في أي شارع في أي مدينة بحيث أنك إنت تقدر تسهل وتيسر دخول هذا الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة يبقى القاعدة العامة أن احنا بنقنن أوضاع برضو بعض النمازج من الأنشطة اللي كانت غير مدرجة بشكل كبير جدا في الاقتصاد المصري حيو في نفس الوقت أنت برضو في بعض الاشتراطات الميسرة واللي بنسهل بيها على الناس علشان محدش يبقى الآن أو مضطرب هو أنا هدخل في هذه المنظومة إيه للتزامات اللي عليها طبما أنا بره أفضل طبما أنا بره ما عنديش رقابة برضو ده حيفيد كتير جدا في مسألة العمالة غير المنتظمة لأن حجم العمالة اللي شغالة في هذا القطاع عمالة كبيرة جدا ومعظمها بيبقى غير مؤمن عليه لأنه طبعا اقتصاد غير رسمي في نفس الوقت أنت برضو بتبحث إلى أنك تقنن هذه الأنشطة داخل برضو بعض العقارات فيها بعض العقارات الغير المشقانونية اللي كانت طبعا مخالفة فأنت أشوف حولك حاجة هو الفلسفة العامة للقانون أنت بتطبط أوضاع كانت مختلة لسنين طويلة جدا يعني تركت لأسباب عديدة ترهلت أصبح في حالة من يعني الناس خلاص شايفة الوضع ده بالنسبة لها أفضل لكن ده وضع يضر صاحب النشاط يضر العامل اللي في النشاط يضر أيضا الدولة اللي كانت مش شايفة هذا الاقتصاد بشكل أو بآخر مش مسألة أن أنت تلم فلوس من الناس بقدر ما أنت بتطبط حالة كانت عشوائية لسنين طويلة جدا فلسفة دي الفلسفة العامة ليه القانون عندنا نمازج طبعا زي ما احنا كنا بنتكلم في قبل الهواء يعني زي اللي هيقدم على ترخيص جديدة اللي أصلا حاصل على ترخيص اللي له نشاط مش مرخص في عقار مرخص أو أنه له نشاط غير مرخص في عقار مش مرخص يعني كل دي نمازج اتعامل معها القانون بشكل من التيسير والتسهيل بحيث أن احنا نسهل للمواطن أو نسهل لصاحب النشاط أنه هو يدخل في الإطار الرسمي للدولة يكون عايش مطمئن ما فيه شيء مهدده العمال أو العمالة اللي شغالة في هذا القطاع اللي أحنا نسميها عمالة غير منتظمة هذه العمالة يكون مؤمن عليها بشكل إيجابي لأن طبعا خلاص لما المحل مرخص يبقى العمالة اللي فيه عمالة مرخصة لأن نشاطه كله حيبقى تحت رقابة الدولة حلو جدا هنا أرجع لدكتور رجل يا رجدي من وجهة نظر العلم والأكاديميا كإدارة عامة ومحلية وما إلى ذلك أن أصحاب هذه الأنواع من الأنشطة والعاملين في هذه الأنشطة زي ما وصفها ستة النائب إنها في ناقلص اقتصاد موازي وكأنه بعيد تماما عن الأوراق بتاعت الدولة يعني ليه عجم مالي نعلمه لكنه غير مسبت إلى أي مدى التعجلات دي تفيد وإلى أي مدى سوف تشهد إقبالا ولا برضو نعمل مهما نعمل بعض الناس هتروح جاية كده وهتروح جاية كده لا خلاص والقانون 154 لسنة 2019 قانون صدر ونشر في الجريدة الرسمية في 3 أكتوبر 2019 كان مفروض المادة الثالثة في القانون بتقول رئيس المادة الرابعة رئيس مجلس الوزراء يصدر اللايحة التنفيذية للقانون في غضون 3 أشهر القانون اللايحة التنفيذية اتأخرت حتى أحد النواب الكرام كان بيتكلم قريب في الموضوع ده ليه؟ لأن إن ما كناش جهزين للتطبيق الفعلي للقانون بمعنى وزارة التنمية المحلية أنشأت حوالي 339 مركز إلكتروني للتعامل ودربت الناس كل مركز اللجنة مشكلة واحد من التعليم واحد من الصحة إذا كان من نشاط في أغذية واحد من هيئة سلامة الغذاء فاللجنة مشكلة من كل الجهات المعنية فكان مواجب تدريب الناس دي على التكنولوجيا دي عشان الخاطر نحل لبعض سوقات الماضي بمعنى أنا كنت الأول بقدم الترخيص ورقي فكان يعبيني فساد المحليات بقى ومن تحت ومن فوق أنا النهاردة بقى عمل حاجة جديدة اسمها الإختار وبقى عمل حاجة جديدة كمان إن إن بقى المركز المختص ده ملزم بإصدار الترخيص خلال تسعين يوم من خلال تقديم الطلب إن أنا أنا عاوز ترخيصه شروط موفية مردش علي كأن فيه ترخيص صدر واجب النفاذ لو مردش علي ما كانش الموضوع كانش القانون الأديم القانون الأديم على فكرة كان من سنة اربعة وخمسين وستة وخمسين القانون اللي كان بنظم المحل تخيل مجراش عليه أي قوانين نتكلم في 2019 فحضراتك نيجي بقى هل السؤال حد نرجي على سؤال حضراتك هل القانون ده عينظم الحكاية دي والناس عتلتزم تقاطعنا بنسبة كبيرة بس زي ما سيادت الناب قال فيش بعض الإشكاليات عتقابلنا في الطبي زي زي المحل أولا نحن عندنا ثلاث نمازج أنا أخذ بن ستة نايمة وكمل عندنا ثلاث نمازج يأما محل مرخص ساعة صدور القانون وفيه مادة انتقالية في القانون المادة رقم ستة بتنظم الحكاية دي طيب يأما محل غير مرخص وهو المعنى به القانون في المادة رقم ثلاثة بيقول كل محل يزاوي النشاط بدون ترخيص عليه أن يتقدم بإختار للمركز النموذجي أو بأوراق يروح بإيده يؤدي من أوراق والأوراق بسيطة جدا كان زمان نقطر في الأوراق فالموظف يبدع فساد المحليات يعاب يأخذ من تحت ومن فوق والوحيد اللي عنده المعلومة هو الموظف الصغير دي ما كانش حد المعلومة كتير والتشريعات كتير غابة من التشريعات فدلوقتي قال لك لأ ده هم أربع حاجات أنا عاوز صورة البطاعة البطاعة الدربية السجل التجاري قاعد التمريك أو الإجار خلاص بسيطة بسطيلك أكتر من كده طب ما نيجي مسألة الرسوم ودي اللي أنا ليه فيها وجهة نظر كنت أكلم سيادة النائب قبل الأورا أنا شايف هو رسوم مبدئيا اتحددت في القرن اتحددت بألف جنيه ومئة ألف جنيه حددنا حد أقص ونظمنا المدن والأماكن الرسوم ملهاش دعوة بالنشاط لها دقلعة وبالمكان فقلنا قرح وريف ونجوع ده البند الأولاين وقلنا المدن الصغرى البند الثاني البند الثالث عواصم المحافظات وبعدين أماكن مميزة أماكن مميزة ده بتتحدد بلجنة معينة رئيسها الوزير الترمية المحلية فالنهاردة طب أنا النهاردة لما أقول مئة ألف جنيه ولا ألف جنيه برضو في الريف طب أنا النهاردة أنا لازم نبقى يبقى في قلية زي ما عملنا في قانون التصالح لازم نقصة المبلغ ده أو نقلله حشان نشجع ليه بقى أنا في النشاط غير الرسمي الراجل ده كان بقين عن عني في الدرايب في الكهرباء وفي حاجات كتير قوي طب ما هو بقى تحت إيدي في الكلام ده كل والدولة في الفترة الأخيرة رفعت الدعم عن حاجات كتير فالراجل بقى يدفع طب ما أنا شجعه في ده ده أنا جايلي هو أنا النهاردة زمان يعني جالي خط تليفون هدية يما كان الخط بألفات فأنا بقول إيه ده فأولادي قالوا ده معناها استهلاك جديد فأنا الراجل جايلي النهاردة عايق من الترخيص فخلاص يعني عيدخل لإراد بقى دخل في منظومة الاقتصاد الرسمي نقطة تانية أنا لو بعمل استثمارات المعالة اللي دي أو الورج دي بتقدم سلع الاستثمار ده فايبقى موضوع جاذب لإستثمار فلازم أنا بص من فوق ما بصش تحت إن أنا هاخد منه رسوم الترخيص وبس في حاجات كتير أنا هستفيد من فالموضوع يمكن أنا في الحتة دي هتساءل كده ونخليه حتى جزء من المناقشة بتاعتنا أخوي اللي هيروح يرخص حاجة في المكان المميز اللي هيدفع عليه كده الميت ألف تانية هلو كده هو المكان ده علشان هو يشتريه لو المتر فيه قال عن خم المتر قال عن خمسين ألف جنيه أبقى أنا رجل أبيض يا وارد صح تانية فالمية دي ولا حاجة ده عنده قدرة تجارية استثمارية اقتصادية وملائة كافية إن المية دي هي حاجة بسيطة بند سريع جوة دراست الجدوى بتاعته إن كان عمل لها دراس هي نفس القصة بتاعت أخوي التاني اللي هيرخص بألف برضو على نفس المقياس على نفس الاسكيل على نفس الأحجاب أنا أستأذنكم نروح لفاصل ونرجع هل ده فعلا معوق يعني هو الرسم معوق ولا ممكن يقصد بس هزي نقول إن الرسم ده بيدفع لإيه؟ مرة واحدة بالظبط كده مش بشكل سنو مش بشكل إيه دوري أو مش بشكل سنو طيب عشان بس الناس تبقى فهم وق أزاي أحلى بيقولوا إيه في المجلس في الحاجات الزي فاصل وانواصل فاصل وانواصل ده في البرنامج في المجلس يعني إيه تمام تم الأخذ اللقطة في الاعتبار طيب تعالوا نروح للفاصل ونرجع بقى نكمل المدائشة على هل هناك فعلا ضرورة للتقسيط ولا المسألة أظنها سهلة وبسيطة وليست معوقا فاصل وانكمل الكلام طيب خلونا نجدد الترحيب بضيوفنا الأعزاء نخلل السوديو ست النائب عمر الدرويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أيضا خلونا نرحب بدكتور رشدي عبدالزاهر أستاذ الإدارة العامة والمحلية منورنا داخل السوديو إحنا حطينا نقطة وهي يمكن كان دكتور رشدي بيقول يا جماعة طيب نحاول أنه يسر على الناس فنقصت عليهم الرسوم اللي وضحت وإحنا نؤكد عليها هي رسم يدفع مرة وحدة وبس هل هذا الرسم معوق ما والله يشوف أنا أنا مش شايف أنه ده معوق يعني خليني أقولك حاجة بس هو دعم مسألة الأنشطة اللي من النوعية دي سواء كانت بالألف جنيه أو المئة ألف جنيه إحنا بنتكلم على يعني اقتصاد متوسط ما هواش يعني بملايين مش بنتكلم على بالملايين يعني أو كده فمسألة التقسيط إحنا برضو بنتكلم أن الليحة يعني هيبدأ تطبيقها ده موجود في القانون والله لو الأثر التطبيق الخاص بي اتهاد التشريع احتاج إلى أي تعديل ما اعتقدش لا البرلمان ولا الحكومة حيمنعوا أن يبقى في مزيد من التسهيلات لو لقينا أن الأوضاع محتاجة هذه التسهيلات بس أنا في الحقيقة يعني عايز أقول حاجة بس عشان برصدو المشاهد يعني الدولة والمجالس النيابية حدفها المصطلح الصالح العام والنهارده أنت كمواطن يعني أما تدفع الألف جنيه مرة واحدة تدفع الرقم مرة واحدة أنت خلاص رفعت من على كتفك أعباء أو أنك شيء الهم حاجة معينة لأن التقسيط حتظل دايما فيه تحت قاعدة البند اللي أنت بتقصط عليه وإنت مش عارف قدام ممكن الأوضاع تبقى عاملة إزاي يحصل أي تغيير يحصل أي تعديل تبقى أنت انتهيت ورخصتك معاك وأمورك منتهية وأمورك القانونية سليمة ووضعك مستقر تشتغل وربنا يرزقك وربنا يكرمك بعيد عن مسألة يعني إحنا ممكن نتكلم في مسألة التقسيط لو إحنا بنتكلم على مبالغ تفوق القدرة الخاصة بمسألة التقسيط يعني حدي مثل حاجة في فترة وضلت وقلت المئة ألف جنيه مكان مميز في حتة مميزة يعني صاحب هذه القدرة على أنه ياخد هذا المكان بمئة ألف لما أجا أقول له قصت يعني حتنقسم إلى شرائح يعني أنا قصت للألف لأنه قد يكون بيبدأ يعني نشاط صغير خالص لكن الحديث مثلا عن صاحب المئة ألف أو ما إلا ذلك وبين أنا مش عايز أركز بس في مسألة المئة ألف عشان الناس ما تقولش إيه تعرف طبعا ألام الأعب الناس اللي بتتصير يقول لهم الحد الأدنى ألف جنيه والحد الأقصى مئة ألف جنيه وبينهما شرائح متعددة حسب المكان المستهدف إحنا عندنا نمازج لشباب دخلوا في مشروعات وفتحوا مجالات لكسب الرزق وبيدفعوا مسعداء والأمور ماشية كويس إحنا علشان بس الأمور ما تاخدش منها زي الجزئية حديث طويل جدا فيبدأ تصوق على إن إلحق ده بيقولوا مئة ألف جنيه ويبدأوا يرعبوا الناس ويقول لك إيه ما تروحش وبتاع يا جماعة هذا القانون قانون في صالح المواطن في المقام الأول مش الغرض منه إن إحنا إن الحكومة أو الدولة تجيب منك فلوس بقدر من إنك تقنن وضع الوضع ده ما فيش دولة في العالم بتتحرك بالشكل العشواء اللي إحنا شايفينه تقنين الأوضاع ده ضمانة للمواطن ضمانة للعامل ضمانة للدول أقل شيء أقل شيء وإحنا بنتكلم على العمالة غير المنتظمة إن هي بقى لها تأمينات وليها معاشات وليها التزامات على صاحب العمل ده الهدف الرئيسي إحنا بس عشان الناس تبقى فاهمة برضو يبقى أنا النهاردة الشاب اللي بقى شغال ديليفري في محل أو شغال واقف بيبيع في محل لا له تأمين ولا له أي شيء يضمن له حقوقه لا ده حيخش في هذا الإطار لإنه خلاص أنت بتقنن وضع المحل الغير مرخص بترخصه يبقى العامل جوه ده لازم يبقى عامل قانون ده المستهدفات إحنا ده بتحط المستهدفات ما بتحطش في المقام الأول والله إحنا هناخد إيه من المواطنين المسألة مش كده في هذا القامل صح المسألة متعلقة بمسألة ضبط الحال والوضع واحد هيجي يقول إيه ما أنا مستقر والدنيا ماشية وأنا بكسب ولو حصل لك أي شيء لا قدر الله في أي وقت من الأوقات لا يسلك أي حقوق أنت مش مسجل في أي شيء يعني المحل بتاعك ده لا قدر الله حصل له أي مشكلة أنت بتبقى الحالة مرخص سلامة وأمان يبقى أنت تقدر أنك أنت يبقى عندك تعويض عندك حد يساعدك يعني الأمور القانونية تفتح لك مجالات كتير أفضل بكتير من مسألة أنك تفضل شغال بهذا الشكل الغير قانوني هتخرج أنت حاجة قلت حاجة مهمة جدنا في مسألة الورقيات لما إحنا قلصنا عشان مسألة الفساد يعني أنا أقدر أجزم أن النشاط غير القانوني يتكلف على صاحبه مبالغ أكثر من النشاط القانوني ليه؟ هيجيله حد من هنا وحد من هنا وخلص أمورك وظبط حالك إحنا عايزين نقضي على هذه القاعدة صحيح هناخد وقت إحنا بنبدأ الخطوات صحيح محتاجة مجهود محتاجة تغيير ثقافة ثقافة مجتمع ووعي مجتمع لكن لازم نبدأ البداية في حد ذاتها مكسب أنك أنت تقنن هذا الوضع لصالح المواطن في المقام الأول وبعد كده صالح الدولة لأنه بطبيعة الحال ما ينفعش نبقى عايشين في دولة باقتصاد موازي أكثر أكبر من الاقتصاد الرسمي اللي موجود لا يوجد دولة في العالم بتحرك بالشكل ده لا دولة متقدمة ولا دولة من دول العالم التالت ولا أي حد الدول كلها بتمشي في إطار قانوني إحنا عشان تركت هذه المسائل يعني خلال نبقى واضحين يعني تركت لسنين طويلة جدا فأصبحت القاعدة الشازة هي العامة لا إحنا محتاجين نعيد ضبط هذه القاعدة القاعدة التي يجب أن تسود هي قاعدة القانون وإن إحنا تبقى أمورنا كلها في إطار قانوني القواعد بقى الخاصة إن أنا أطلع من ده مش هيكون على صاحب العمل أو المشروع أو المواطن إلا أمور أسوأ بكتير زي ما بنتكلم في التصالح يا التصالح إحنا بمقرن وضع اللي مش عايز التصالح يتحمل بعد ذلك نفس الفكرة أنت النهار ده واخد فرصة الفرصة دي أنا بقولنا فرصة لأن فيها تسهيلات وتيسيرات كبيرة جدا ترس القانون في بدايته لا تعلم قطاعتي التشريعات بعد كده أكثر حدة وأكثر إيه ضبطا للأمور لما الأمور بتستقر خلاص بقى ضمية أكبر قدر ممكن من الاقتصاد الغير موازن الاقتصاد الرسمي نبدأ بقى نشوف الإيه الناس اللي هي مش مستوعبة فلسفة أن أنت تشتغل بشكل أفضل بشكل أفضل بشكل أفضل طيب دكتور روجدي تعليق طبعا أنا بس أعقد من كلام عمري بيه فكرة أن الدولة لما حب تدخل النشاط الموازن ده في الاقتصاد طبعا هو الدولة معانية بالأساس بالفرض صح والمجتمع لازم يؤهل لاستعاب هذه المعلومة أنا كان بس كان يجب من 2019 لدلوقتي يدور حوار مجتمعي حوالين هذا القانون عشان نبدأ نغير في ثقافة الناس احنا النهاردة بنطبق في ألفين كام في نهاية 2022 يعني في ثلاث سنين لو الثلاث سنين ديوننا عملت ندوات بالكفاية حالة زي بتاعتنا دي كانت قابل كده بشوية حاجات كتير أقوى ممكن تتعمل نقدر نأثر في قرارات الناس المعنية بتطبيق هذا القانون لأن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا وعندنا عرس قديم أن الناس زي ما عمري بي قال خلاص بقيت الشاز هو القاعدة والقاعدة هو الشاز طيب أنا النهاردة أنا عاوز أنا ألزم أنا بس عاوز ألفت النظر عمري بي بيقول أن في قرارات أو قوانين ممكن تتبقى أكثر غلظة من هذا أنا عاوز ألفت النظر عمري بي وعضتك سيدة عارفين يعني أن في عقوبة في القانون ده برضه آه ما أنا فيه من 20 ل 50 ألف لو عدت السنة الأولى المدى 30 من 20 ل 50 ألف لو عدت السنة الأولى صحيح ومعملت التخييص طيب دخلنا في السنة التانية هتوضعها في العقوبة وهتخش في حبس في حبس من سات الشهور لسنة ده اللي كان بيقوله سات النائم لا سات النائم بيشير بيشير إن فيه قوانين عتيجي أغلص أنا بقول في ده كمان فيه عقوبات بعد السنة الأولى من 20 ل 50 ألف عمري ببصة هو على رسوم بتاع الترخيص المحال العامة بالشرائح بتاعتها أماكن مميزة المدن والأحياء عواصم المدن المدن الصبرى النجوة والكرة على فكرة المبالغ مش على النشار الجدر كبير على فكرة المبالغ مش على النشار طوله موحد هو المكان تمييز المكان وحتى من 1 ل 15 متر من 16 ل 30 مفيش رايح الجدر كبير هو الجدول أنا مش حتى مش شايفه مواقت أنا شايف إن الجدول مفصل تماما ماشي في الإتاح في الإتاح في الإتاح أنا بس عايز أقول حاجة صغيرة أنا ما بتحدثش عن تغليز القوانين أنا بتكلم إن القوانين يكون أكثر انضباطاً لما بنبدأ القانون في البدايات أنا يهمني إن أكبر شريحة ممكنة تكون متقدمة في هذا القانون في بعمل تسهيلات طبعاً اللي حيمتنع عن الدخول في هذه المنظومة هو يجب أن يعي إنه قد يأتي في المستقبل القريب أو البعيد ضوابط أكثر يعني يقول يا ريتني كنت أقدمت في ظل القانون الحالي صحباً في ظل اللايحة اللي موجودة دلوقتي صحباً احنا متفق مع أنا حقول لبردو السيادة أنا متفق مع حضرتك إن برضو اللايحة تأخرت إن القانون من 2019 وكان أجدى بيه إن هو يكون أسرع من كده شوية لكن خيارة نقول برضو إيه إحنا خارجين في مرحلة يعني مرحلة مش حقول تجارب إحنا لسه إرهاصات الماضي لسه الدولة بتعاني منها دلوقتي طبعاً وده مش معناه إن إحنا بنقول كل حاجة يعني كويسة لا بالعكس إحنا عشان نعرف إحنا رايحين فين لازم نبقى عارفين كويسة إحنا بنتحرك كنا قبل كده عاملين إيه ودلوقتي إحنا بنامي إحنا بنتحرك لقدام وما فيش أنا أقول تحقيق ما فيش مانع لو التطبيق أو الأثر التطبيقي لهذا القانون يعني نتحدث إن إحنا بحاجة إلى تعديل تشريعي مفيش مانع نعدل لصالح المواطن والدولة بزبط إحنا نقول إن الوضع الحالي في هذا القانون أفضل كثيراً من قانون سنة 1956 أنا بدعي البدع المواطنين اللي عايزين يشتغلوا في هذه الأنشطة إن هم يسرعوا بالتقديم إلى المراكز المختصة إن هم يقننوا أوضحهم ده أفضل ليكم بكتير أفضل للعمالة اللي شغالة معاكم أفضل لأنفسكم وحياتكم أنتو التطبيق حيبين لنا إذا كان فيه أوجه محتاجة إلى تعديل أو لا وإن شاء الله نتمنى إن الأمور بالنسبة لهذه الأنشطة اللي معظمها يعني حيبقوا شباب وناس عايزة تتحرك صحيح وتكسب عيشها يعني تكسب رزقها بعرق جبنة وإن شاء الله ربنا وفق جبنة يفتح مجالات كمان إن هو يقدر يخش في المناقصات عامة يقدر يقدر أي دمعزة يقدر الله حصل حاجة أي عامل أوليك هقدر ساعتها أروح لشوكة التأمين ولكن أنا قبل كده هيجي يقولي هو أنت مين ده بيفكرني يعني منك مع فوارق بناس زمان كانت ناس أنتروح تشتري حتة الأرض ومعنين نروح مسقعة يا عمي ابني يا عمي خلاص بس أنا بس يتقل هب هب فجأة لأ عنده قانون اشتري حتة البناء الجديدة هل بس أغني ظلمون أنا عايز أشكركم جدا 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 على وجودكم على النهار ستة دقائق وعمر الدرويش نورتنا شكرا جدا دكتور رشدي عبد الزاهر نورتنا وشرفتنا كل الشكر لحضراتكم إحنا معلش بتعنينه آخره لكن بإذن الله تتعدد اللقاءات لأنه أعتقد هذا القانون بقدر ما هو هام ومفيد جدا بقدر ما يحتاج المزيد من الشروح فأنا أشكركم جدا ولجأة در محلية حضراتكم بيتين يعني تقريبا في المجلس شدوا حيلكو يا جماعة وكده إحنا أصبح فيها عندنا حاجات جديدة هتتدارس في الجامعة يا دكتور شدوا حيلكو برضا شكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعة خلصة الحلقة لحد كده لكن الكلام وعمره ما يخلص بكرا إن شاء الله لو كلنا العمر نكون موجودين معاكم في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة